سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة أولا حب أشكركم جدا على رسائلكم في الأسبوع الماضية على تشجيعكم لنا وبصلي أنه الله يعنى على توصيل كلمته ومحبته ليكم بكل أمانة دائما بشكركم لأنكم تعاملاتكم معانا من خلال السوشال ميديا وكلمات التشجيع أو النقد أو المحبة اللي بتقدموها لنا بتكون دافع لنا أننا نستمر في العمل بأمانة معاكم وأمام الرب حلقة النهاردة بعنوان نسويات جاهلات ولبرالية الغرب بالطبع دي مش عبارة أقرها أنا أو هي عبارة أنا اللي بقولها أبدا لكنها تعبير وتعليقات لشخصية إسلامية على الساحة النهاردة بيقدم نفسه كعالم وباحث وداعية إسلامي اسمه محمد حجاب محمد حجاب مصري الأصل إنجليزي الجنسية وعايش في إنجلترا هنتكلم في تفاصيل الموضوع ده بعد قليل أما الآن فأنا حابة إن إحنا نتكلم في موضوع خبر الأسبوع خبر الأسبوع النهاردة متصل بالموضوع اللي هنتكلم فيه لأنه حنلقي نظرة كده على الأحداث المؤسفة اللي حصلة في الغرب الآن سواء كان في فرنسا أو في السويد أو يعني الأحداث الأخيرة من المظاهرات والشغب اللي حصل في فرنسا بعد مقتل الشاب نائل الجزائري خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده أنا يعني مش عايز أتكلم في تفاصيل الحادثة أنا معرفش مين الشاب نائل ومعرفش ليه البوليس قتلوا لكن في فيديوهات وفي ناس بتتكلم على السوشال ميديا أنه نائل كان يمكن يكون كان مشاغب أو أنه البوليس كان معتادي وهكذا أنا يعني بصراحة مقتل شاب في مقتبل عمره يحزن ويكسر القلب ويوجع العيلة ويوجع المجتمع اللي هو فيه لكن ردود الأفعال هي اللي لازم نقف عندها لماذا تكون ردود الأفعال بهذه القسوة ويعني الخروج عن المعقول في كل حاجة بعد مقتل الشاب نائل بيقول كده في العنوان اللي انتوا شايفينه ده أنه حصل أنه فيه أكتر من ألف حكم قضائي وسجن لستمائة شخص في فرنسا على خلفية أعمال الشغب اللي حصلت في الأسبوع الماضي الحقيقة يعني حصل شغب حرق عربيات في الشوارع عربياتنا اسمي لاش دعوة نهب محلات تشويه للبلد مظاهرات دايما كان فيها شغب وضرب للبوليس وضرب للناس يعني الحقيقة كان الموقف صعب جدا والناس بتتفرج عليه لمدة أسبوعين ثلاثة وهو مازال يعني شغال موقف الأم طبعا كأم كان قلبها محروق جدا على ابنها لكن هي كمان ظهر لها فيديوهات وهي بتحرد المتظاهرين موقف الجدة كان مختلف كانت بتقول للناس خلاص ادخلوا بيوتكم القانون ياخد مجرى وده كان يعني موقف غريب محدش يقدر يلوم العيلة على القلم اللي بيمروا فيه يعني في أمريكا حصل أحداث زي كده وكانت العائلات بتطلع وبتتكلم وكده لكن معظم الناس كانت بتوقف الشغب وتوقف الأحداث دي بسرعة الموقف ما بيتخدش ضد البلد لأن البلد بلدكم يعني الناس اللي عايشين هناك المسلمين اللي عايشين في فرنسا يعني في منهم مولودين هناك عايشين هناك بقالهم سنين لكن لم تغيرهم العيشة في دولة غربية متقدمة بتحاول تتعامل بسلمية وفي حقوق وفي واجبات معروفة علشان كده أنا بشوف أنه فرنسا بتاخد مواقف صعبة ضد المتظاهرين أو المسلمين عموما لأنه كل مرة بيحصل اعتراض على حاجة في الشوارع في فرنسا بيحصل اللي احنا شايفينه ده وناس بيتقبض عليها وناس يعني وناس بتموت وحاجات زي كده ويعني البلد بتتشوه من المعروف أنه فرنسا وانجلترا مع كم المهاجرين اللي فيها فيها شوارع البوليس ما بيقدرش يدخلها لأنه المهاجرين اللي فيها مشاغبين جدا هل ده شيء مقبول يسمح به يعني لو فيه بلد في الدولة مثلا زي السعودية هل يسمح أنه مثلا خلينا نقول أنه الشيعة يروحوا قفلين شوارع ويقولوا لا البوليس مش هيدخل فيها أو احنا هنمشي القوانين بتاعتنا فيها شيء غير معقول ولا يمكن يحصل في دولة اسلامية لكن بيحصل في دول الغرب اللي بتحتوي المهاجرين ليه؟ لأنه هناك ثقافة اسلامية بتتصادم مع قوانين هذه الدول والحياء اللي الناس عايشينها هنا في عدم محبة للناس اللي هم عايشين في وسطو في نفس الوقت الأيام دي كان بيحصل أحداث حرق القرآن في السويد وحرق السفارة السويدية في العرق أولا لازم نقول إن احنا كلنا يعني ما بنحبسش ولا نفضل إنه يحصل أحداث حرق للقرآن زي كده يعني الحياة ملوش معنى شيء ملوش معنى عايز أقول لكم عبارة ألهلنا الأخ وحيد مبارح يعني بصراحة عبارة معبرة جدا هو دائما يعني أستاذ في كل اللي بيقوله ومعبر عن يعني ثقافة عقلة حقيقية وفاهمة إحنا بنقول بنتكلم على أحداث حرق القرآن فقال القرآن لا يجب أن يحرق بل يجب أن يقرأ الاعتراض على ما في القرآن يجب أن يكون بالعقل وبالكلام وبالتفاهم وبالحوارات وبالحديث أنا لسه حاجة للأستاذ محمد ده بعد شوية فالأحداث اللي بتحصل في حرق القرآن في السويد بتمثل غضب لبعض الناس على الإسلام والقرآن ولكنها أيضا تمثل حرية الإنسان المحترمة هناك لو حد عايز يعترد اعتراض سلمي يقدر يعمل كده في بلد غربية زي السويد أو فرنسا ليه منعملش مظاهرات أو اعتراضات سلمية نتكلم فيها بالكلام بدل ما نحرق ونتصرف التصرف هذه لماذا لا نتكلم إلا بالدماء؟ ليه؟ ده سؤال أنا حسبكوا تفكروا فيه لأنه كل الحاجات دي الأحداث دي بتكلف ناس دماء أبنائهم سواء دماء الناس اللي انتوا عايشين في بلادهم وباقت بلادكم واخدين جنسياتها أو دماء أبنائكم انتم شخصيا مشكلة المهاجرين في الغرب إنهم لا يريدوا أن يندمجوا في وسط البلد اللي محتويه وده غير صحي وغير مقبول لكم فيه اختلاف بين ثقافتين لكن فيه ثقافة تقبل الآخر وفيه ثقافة ترفض بالكامل خلينا نرجع لموضوع حلقة النهاردة نشوف الصورة اللي بعد كده وهي صورة محمد حجاب محمد حجاب هو دعاية إسلامي بيقول عن نفسه إنه باحث في فلسفة الأديان وإنه يعني مش متخصص بس في فلسفة الدين الإسلامي لكن في فلسفة الأديان عموما هو أيضا مناظر بيناظر ناس كتير والحقيقة إنه تحسوا إنه المناظرات بتاعته جهاد كده ومعروف على اليوتيوب وعلى منصات أخرى هو مصري الأسر إنجليزي الجنسية عمره حوالي 30 سنة صغير في السن يعني ولكن أخد مساحة كبيرة لأنه مش بس على منصات التواصل الاجتماعي هو بيعمل المناظرات دي أو بيحاول إنه يدفع عن الإسلام ويهاجم الأديان الأخرى والناس اللي هو عايش معهم لكن كمان هو له الدور في المجتمع اللي هو عايش فيه الصورة اللي انتوا شايفينها دي لو تشوفوا هو واخد صورة وفي الخلفية بتاعت الصورة دي موجودة على جريدة التريبيون الإنجليزية الخلفية بتاعته تشوفوا كده في الحد الآخر ناس مجموعة من الناس مجموعة رهيبة وراء الحقيقة إنه المجموعة من الناس دي هم العصابة اللي بيقودها محمد حجاب في إرهاب البلد اللي هو عايش فيها لما بيكون فيها أحداث بيحردوا فيها الناس على اضطهاد ناس من أديان أخرى زي إيه؟ جريدة التريبيون بتقول لنا الكلام ده في الصورة اللي بعد كده بتقول إنه محمد حجاب هو مسؤول ومحرد في البلد اللي هي اسمها ليتشستر ميبي أو حاجة زي كده مش عارفة إن أقولتها صح والصورة دي بيقولوا إنه كان بيقود مجموعة من الناس زي ما يكونوا بيعملوا دوريات كده في البلد نشوف الصورة اللي بعد كده الأحداث دي حصلت في وقت كان في وقت مباراة دولية والحاجة زي كده ويمكن كسبوا فيها مجموعة من الناس ضد مجموعة من الناس كان منهم ناس هندوسيين فكان فيه اضطهاد شديد للهندوسيين اللي في البلد اللي هو عايش فيها فاعتدوا على مجموعة من الهندوس وكانوا بيحردوا الناس على معاملتهم بقسوة والاتهاد واتهادهم هو كان بيقود هذه المجموعة أنا يعني لو توقعت إنه واحد بيمثل الدين الإسلامي وبيتكلم على القيم الإسلامية والكلام ده كله المفروض إنه ما يحردش على الهندوس اللي في المنطقة ولكن يعني يحاول الدفاع عنهم مثلا أو يقول للناس لا توقفوا الاتهادات دي أو الاعتداءات اللي بتعملوها لكن الواقع كان غير كده هو اللي كان محرد على ده يعني أما فكرت في الموضوع ده يعني قلت بصراحة ده لو لنبي وص على سبع جار ولا أول جار يعني لسبع جار نيجي منه ولا أول جار نيجي منه يعني ما فيش حاجة اسمها احترام للجيرة في نفس الوقت كان فيه برضو ليه تدخل في الهجوم اللي كان على اليهود اللي في المنطقة دي والاعتداءات اللي حصلت على بعض اليهود في المنطقة دي فهو معروف إنه معادي للسلامية بتقول الأحداث اللي حصلت تم فيها اعتقال 41 من المشاغبين يعني 41 من الناس اللي عملوا كده كانوا من الجماعات بتاعته ما عرفش قبض عليه ولا لأ فده جزء من الصورة المرسومة عن محمد حجاب في وسط بلده اللي هو عايش فيها إنجلترا خلينا نشوف آراء محمد حجاب يعني في مناظراته هو متحيز جدا لإظهار الدين الإسلامي بصورة قوية لكنه أيضا في مناظراته واضح جدا في العصبية والكبرياء والتحدي للمناظر بشكل غريب وده بيظهر فيه يعني يعني الحاجة وانت بتتفرج الحياة يعني يقفلك من إنك تتفرج لإنه الرأي المتحيز بلا منطق يقفلك وده ما بيتهيشنيش جدا لإنه ده مرتوط بالأراء الإسلامية الإسلام يرى ما يقول فقط ولا يرى الآخرين وده لا يتطفق مع الحياة في الغرب لإنه الغرب دايما يرى الآخر يقبل الآخر يفتح المجال للآخر هناك يعني ميل لده أكتر صحيح هتلاقي في التهضات صحيح هتلاقي في الغرب ناس بتتطهد الغريب وكل حاجة أو لا تقبل الغريب أو بتخاف من الغريب لكن معظم الناس بتميل لقبول الآخر زي ما هو لكن إحنا ما بنعملش كده طيب لما بتسمعوا يتكلم الحقيقة وأنا سمعها كده يعني هو بيتكلم كأحد السلافيين في مصر بالضبط يعني ما فيش حاجة تغيرت خالص الغرب لم يؤثر فيه أبدا في يعني يمكن ما فيش سلاسة في كلامه زي ما ممكن نتوقع أنه يكون عنده شوية حكمة وسلاسة في الكلام أنا النهاردة عايزة أركز على نقطتين تقريبا هما اللي هيكونوا محور الكلام منظوره أو منظور الإسلام عموما من خلال اللي هو بيقوله اللي برالية والحياة في الغرب وإزاي من خلال الحديث اللي قدمه ممكن تشوف ليه بتحصل المناوشات أو التصادمات الكبيرة اللي بنشوفها في الغرب النهاردة دي حاجة والحاجة التانية رأيه في النساء أنه يقول على النسويات أنهم جاهلات فطبعا عندما يقول أن النسويات جاهلات ويقصد النساء عموما فهنتكلم عن موضوع النسويات ويعني ايه نسويات ونبتدى الأول بالمقابلة اللي عملها في برنامج فنجان مع محاور زكي جدا اسمه عبد الرحمن أبو مالح ويعني الحقيقة أنه عامل مقابلات مع ناس كتير فيها تفتح ذهني كبير وكان حكيم جدا في مقابلته مع محمد حجاب خلينا نسمع أراؤه لأنه ده هو الجيل الجديد من الدعاء مناضلين الإسلام ولكن لن نرى أي جديد بالمرة فالحديث كان طويل حوالي ساعة ونص أو أكتر فأنا اخترت منه 3-4 مقاطع صغيرة جدا فيها لمحات بس من الأفكار محمد حجاب يقدم الإسلام والمسلم من منظور القوة وعايز يقول أنه المسلم يجب أن يكون قوي خلينا نشوف الفيديو المسلمون في هذا البلد لذلك الذي هو متعصب ضد الإسلام مثلا وهو لا يحب الإسلام ويقرأ الإسلام ويطعم في النبي ويقطح في القرآن مثلا أنه لابد أن يعامل معاملة جيدة الذي لا يحترم لا يحترم الذي لا يحترم لا يحترم والجزاء سيئة سيئة سمي فلوها ومنع وصلها فأجره على الله بس يعني يعني تحدي بديلها مسألة الناس وحريات التعبير ومدى قبولك للموضوع من عدمه السؤال الذي لا يحترم لا يحترم السؤال هتعملوله إيه فهو قالك من خلال الفكر الإسلامي وده أسلوبه على طول عموما والصورة اللي احنا شفناها في الأول دي هي الدليل على أنه بيقوم بالصورة دي بتقولك هو بيعمل كده الناس اللي هو شايف أنهما خارجين على أي نوع من أنواع الفكر الإسلامي هتعمل معهم كده هنبقى في الشوارع وهنحبسكم وهنضربكم وهنعتدي عليكم واختار إيه أنه جزاء السيئة سيئة مثلها ده الفكر الإسلامي الحقيقي يجب أنه نقف هنا ونشوف مش نركز على محمد حجاب لأن محمد حجاب زي وزي كل الدعاء وكل المسلمين هو ضحية الإسلام محمد حجاب مش هو هدفي لكن هدفي أن أنت وإنت النهار ده كمسلمين تكونوا بتسمعوا هذا الإله يضع في قلبك سلام أم عداوة يضع في قلبك كبرياء أم وداعة ومحبة وصلاح وحكمة فيقول لك أنه لا الإسلام بيقول أنه لازم اللي يقضح الرسول هناخد هناخد بطر الرسول عشان كده النهار ده عندنا عدوات غير عادية على الأرض في الغرب بين المسلمين والناس اللي عايشين معاهم من قطع الرئاب بقى مجلات و نيوز بيبرز اللي حرقوها تشارلي أبدو وغيره والناس اللي قتلوها والتفجيرات اللي فجروها كله علشان إلا رسول الله الذي لا يحترم لا يحترم ده مبدأ الإسلام عموما بيقدمه محمد حجاب بصورة واضحة هو كده فالمزيع الزاكي يقوله طب حرية الرأي لا انت عايش في الغرب بعقل وفكر وشريعة المسلمين ولا تحترم شريعة البلد اللي انت عايش فيها قاله لا فأنت عقلية شب الجزيرة العربية في فرنسا أو عقلية شب الجزيرة العربية في انجلترا ده بالدليل والبرهان بقى حرية التعبير ليس لها مكان يعني ازاي واحد يتولد في انجلترا ولا يتأثر بحريات وافكار وتقاليد الناس المحترمة جدا على فكرة الانجليز ليهم تقاليد في احترام الغير بشكل يعني كبير جدا وليهم تقاليد عريقة أو حاجات قديمة يعني تشوفها لما تشوف العيلة الملكة ازاي بتتعامل مع بعضها صحيح ده ممكن يختلف عند العامة لكن أو عند الشعب عموما يعني من طبقة ولكن عموما البلد دي فيها تقاليد عريقة جدا كيف لا نحترم الغير لان الاسلام لا يعلم الا احترام الفكر الاسلامي فقط اكي في حالة الحديث عن الحريات ازاي نتكلم عن الحريات ونطبقها ونحطها قدام الشريعة الاسلامية هتلاقي تناقض غريب جدا اوكي عايزة اشرح لكم حاجة هنا في الفيديو اللي جاي ده هو انا حطيت يعني كلمتين من الفيديو مهمين قوي الموزيع سألوا انت كلمنا عن المسلمين في الغرب احوالهم ايه فاتكلم كتير لكن في جزء مهم قوي من الكلام اللي قاله قالك انه مسلمين امريكا ومسلمين انجلترا مختلفين مسلمين امريكا اغنية اوكي ولكن يعني بيشتغلوا في مهن زي ده كثرة ومهندسين وحاجات زي كده لكن معظمهم من الاغنية لكن مسلمين انجلترا فقراء فبيشتغلوا ايه الفرق انا الحقيقة دي وقفتني هو ما فصرش ايه الفرق اوكي لكن اتكلم عن انه مسلمين امريكا هو طبعا بكلامه ده بيحط مسلمين امريكا تحت ضغط انتو مش بتوقفوا للدين فهو بيقول ان مسلمين امريكا ما يقدروش يتكلموا لو حد قال لهم مثلا انت متجوز اتنين مثلا ما يقدرش يقول ان ده شرع الله وإلا لو تعرف انه متجوز اتنين حيطرد مثلا هو هو قلم اتغطي بس ما يقدروش يعبروا عن حقيقة الحياة الاسلامية اللي هم عايشينها في بيوتها في اشغالهم وإلا يطردوا من اشغالهم هما الحياة مش هيتردوا من اشغالهم لكن يعني هيقصوا من المجتمع حينظر لهم نظرة مختلفة فعلشان كده بيحاولوا ان هم يخبوا الحاجات اللي هم بيعملوها لضد القانون اما بقى مسلمين انجلترا فعندهم اتساع من الامور اللي بتساعدهم على انهم يعملوا اللي بيعملوا محمد حجاب ويعملوا مشغبات في الشوارع ويعملوا مظاهرات ويقولوا للناس ان انتوا هتروحوا النار وانه ليكم الجحيم والكلام ده كله الا رسول الله في الشوارع برضو ويقفلوا شوارع ما يدخلهاش برضو البوليس الانجليزي لانهم عندهم تسهيلات اعتمدوا فيها على قوانين الدولة واستغلوها بمعنى اصحح خلينا نشوف اللي حيقولوا دلوقتي لو واحد قال بهذه الفكرة وهو موجود في عمل معين في غرب امريكا فقد يطرد من العمل فقد يطرد من العمل او يضيق عليه فهو مضطر بالخرس والسكوت والكتم وما الى ذلك من الاشياء هذا ليس موجودا يعني عند المسلمين في هذا البلد الاكثرية منهم هم في طبقة العاملين فلو طردوا من عمل يعني الخسارة اقل لو الدكتور اضطرد الخسارة كبيرة لكن العامل البسيط الخسارة اقل الخسارة مش كبيرة دي مغزى المقطع ده بصراحة ليه بقى لانك عايش في بلد بتستغل في الموارد وتخالف القوانين ببجاحة مع هذه الابتسامة المتشفية اللي احنا شفناها الخسارة مش كبيرة لانك هتتجوز اربعة وتاخد معونة ليك وليهم وللعيال وبعدين تخرج وانت قاعد عاطل جوه البيت وتتمشى من بيت الست دي لبيت الست دي وعيال الست دي لعيال الست دي وتخرج بقى تمشي تعمل الدوريات دي مع محمد حجاب وغيره وامثاله ولا تحارب الدولة اللي اقويك ده الواقع الخسارة مش كبيرة لانه معظم المهاجرين المسلمين عايشين بالطريقة دي بينهضوا الدولة وبياخدوا معونة من الدولة وبيتجوزوا وبيعملوا بيعملوا كل اللي هم عايزين وحسب الشريعة الاسلامية وزواج وزواج الصغيرات وكل يعني لو رجعتوا لأرشيف المرأة المسلمة هتلاقوا ان احنا تكلمنا كتير على اللي بيحصل في انجلترا فعشان كده الخسارة مش كبيرة لان الدولة بتدفع تا من حريتك لكن في امريكا الموضوع اصعب شوي فان شاء الله انجلترا تبقى زي امريكا يعني علشان الناس يبقى عندها مسئولية مسئولية الدين المفروض انه هو يغيرك كانسان فتبقى مواطن شريف وتبقى انسان شريف وتبقى زوج محب وتبقى قب قوي مش مسلم قوي توري الناس يعني العينة الحامرة لا تبقى محب لغيرك لكن ان لم يكن هذا في اصول الدين الاسلامي فلن تجدوا لانه كل مرة هتلاقيه بيتكلم عن موقف بيتاخد بقوة او بيتعمل بقوة هتلاقيه ليه سند من الفكرة الاسلامية طبعا الحديث عن الليبرالية يعني ازاي بيسألوا الموزيع بيقوله هل يمكن ان يعيش المسلم في دولة ليبرالية او الليبرالي في دولة اسلامية اكي ام خليني معلش ساري اوكي احللت قابلي الشاشة فالموزيع بيقوله ازاي ممكن واحد مسلم يعيش في دولة ليبرالية ويتطفق مع كل الافكار الليبرالية اللي فيها فقال له يعني هو المسلم ممكن يعيش في الدولة الليبرالية لكن في حاجات لا نقبلها في الفكر الليبرالي لكن لازم يعيش حزب الشريعة لكن الاسلام يقبل ان الليبرالي يعيش فيه طبعا كلام غير منطقي والعكس صحيح وحنشوف ليه المعنى البسيط للليبرالية لو عملت بحث كده في معنى بسيط للليبرالية انا اقوله بالعامية انك تكون انسان مستعد لقبول اراء وتصرفات الغير المختلفين عنك او تعيش في دولة بتقولك انك مستعد انك لازم تكون مستعد لقبول الغير وانه يكون عندك انفتاح لاراء جديدة للتعليم لاراء جديدة طبعا في كتير من الافكار الليبرالية لا تتطافق مع الافكار المسيحية مثلا لكن الدولة الليبرالية او الفكر الليبرالي لا يجبرك على انك تعيش بطريقته لكن انت ليك حق الاختيار هو قال ايه بقى قال انه في حاجات احنا لا يمكن ان احنا نوافق عليها زي ايه زي مثلا فكرة انت حر ما لم تضر وانتقد جدا فكرة انت حر ما لم تضر وقال انه اللي طلع بفكرة انت حر ما لم تضر دي قال انه دا لا يمكن انه يستقيم من الاساس نفسها رجع سحب الفكرة وقال انها لا تستقيم من الاساس انا لا اوافق على فكرته دي بصراحة ليه لأن الحرية من المنظور الإنساني ومن المنظور الكتابي ليست شيء سهل تقدر تعيشه كده من غير تمن الحرية الحقيقية تقيد الإنسان لأنها بتخليك تشوف اللي حواليك لأنها بتخليك تشوف حريتك هتأثر على الناس اللي حواليك إزاي الإنسان اللي فاهم الحرية يبقى عارف أن تصرفاته ليها عواقب عليه وعلى غيره علشان كده الحرية بتخليك تشوف اللي حواليك وتحدد يعني ما تقول أنا حر تفتكر أن أنت عندك اتساع من الاختيارات لا أنت حر بس مش حر تأذي حد أنت حر بس مش حر أنك تغضب الله أنت حر بس مش حر أنك تاخد حق أحد ده حقيقي لكن الفكرة أن أنت حر أنه يكون لك الاختيار أنت تختار أنك تعيش الحرية اللي تبارك الغير أنك تعيش الحرية اللي تعطيك حياة كريمة ولكن لا تضر غيرك فهو ضرب لهم مثل ودايما المثل بقى يعني بيكون لازم يكون فيه واقع جنسي مشوه بشكل غريب يعني معرفش ليه فهو اختار المثل ده بيقول لهم بقى إذا لو فيه أخ وأخت وعايزين يقيموا علاقة جنسية يعني أنا أسفى لأنه المثل مقزز جدا فإذا كان فيه استخدام لأدوات منع حمل هل توافقوا على كده وما قال لناش إذا كانوا الناس قالوا له أيوة نوافق على كده ولا لأ فهو يقصد يقول لك إيه أنه ما ممكن يحصل حاجة زي كده وده ما فيهوش درر للغير مده ما فيش حمل فأنتو لبراليتكو توافق على ده ما فيش عقل إنساني طبيعي بيفكر كده يعني مش معنى أن الناس عندهم تفتح وحريات غير موجودة عندك ده اختاراتهم هما ده معناه أنه توصل بيهم الحرية لأنه ما يفكروا أنه إيه توكيه للأخ والأخت مازال الغرب والليبراليين والديمقراطيين بيشوفوا أن ده شيء مقزز وغير مقبول وغير إنساني وكل حاجة لكن العقل المسلم لما يجي هاجم حد يقول له وهل تريد أن تضاجع أمك؟ إيه ده؟ يعني كمان التحديات اللي بتقدموها لازم تكون مقبولة بس ده بيوريك العقلية اللي بتفكر بالشكل ده لأنه فيه فهم كده في الإسلام إنه لو ما كانش فيه تحريم وتحليل الإسلام لكانت الناس بقى عملت كل ده ده غير حقيقي غير حقيقي أبدا الإسلام بكل بساطة يعني من كل الحوار اللي كان بينه في موضوع الليبرالية والديمقراطية الإسلام بكل بساطة لا يقبل الفكر الليبرالي ولا الديمقراطي ولا يقبل الحريات الإنسانية إنه حتى الموزيع قاله يعني الإسلام يتحكم في كل حاجة في حياة المسلم الموزيع قاله له كده فمتقدرش تقول لي إن الإسلام ممكن يقبل الفكر الليبرالي فقاله إيه؟ قاله لا ما هو يعني الشخص الليبرالي ممكن يعيش في مجتمع إسلامي ده حتى القرطبي بيقول إنه الشخص غير المسلم ممكن إنه يشرب الخمر في البلد المسلم أولا يعني ده إنتوا شفتوا مسلمين لأن تفكيرهم لازم يفرض على كل اللي حواليهم بيقولك ما تقولش وأنا صايم ما تشربش خمره في البلد اللي أنا فيها شفنا مسلمين بيدخلوا محلات الليكر في الغرب ويكسروا الخمور شفنا ناس بيوقفوا جنب واحدة قاعدة في ريسترانت ويقوم يضربها علشان بتاكل وهو صايم في رمضان أو لأنها مش محجبة وهي عربية مثلا لا تعرفوا ولا يعرفها فقول لي إزاي الشخص الليبرالي أو غير المسلم أو المتحرر في أفكاره أو اللي بيؤمن بالليبرالية والديمقراطية أو الفكر العلماني إزاي بيعيشوا في وسطكم حد يتكلمني على المفكرين اللي مازالوا بيقولوا أنهم مسلمين زي مثلا إبراهيم عيسى هو راجل مسلم لكنه فكره لبرالي علماني وبيقولوا بمنتهى الصراحة كفرتوه وهدتوه بالقتل وموضوع على يعني في إطار إنه كافر إزاي الشخص يختار إيمانه في دولة مسلمة وما تطلق قولوش من مراته وما تكفرهوش وما يقتلش يعني يعني فما انفعش نقول كلام كده عبارات يعني عشان حضرتك تربيت في إنجلترا وما تعرفش حاجات كتير عن التاريخ الإسلامي الدموي اللي موجود في العصر الحديث ما ينفعش يعني نتعلم نتصقف شوية فنشوف الكلام اللي بنقوله ده ينفع ولا لأ أو كلام القرطبي بيتنفذ على الأرض ولا لأ الموزيع سأله سؤال عن محاولات إدخال الشريعة في القانون الإنجليزي فقالوا لا 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 إحنا ما بنعملش كده إحنا مش عايزين ندخل نغير القوانين البلاد اللي إحنا فيها طبعا ده مش حقيقي لأنه شوفنا مظاهرات كتيرة في الشوارع بالطالب بالشريعة في القانون الإنجليزي والفرنسي والعديد من القوانين الأخرى شوفنا ده وفي أمريكا مثلا لا في قوانين بتسمح للمسلمين أن يكون يوم ما حكيمهم الخاصة اسمها وممكن أنه القاضي يقول في قضايا تكلمت فيها قبل كده القاضي قال أنه الست دي لازم تروح للمحكمة الشرعية بتاعته أو لرجال الدين يحكموا بينها وبين جزء ده حصل فمتقدرش تقول أن المسلمين لا يطالبوا بتغيير القوانين في البلاد إحنا لسه شايفين أنه مثلا في أمريكا ما عندناش كان مآذن بيدانوا عليها في رمضان اللي فات غيرت واحدة من المسلمين فضلت تطالب وتعمل وغيروا القانون علشان وبقى فيه أدان طب يعني محدش يقول لي أنه المسلم لا يسعى لإدخال الشريعة في البلاد اللي هو عايش فيها ما ينفعش وما ينفعش يعني نجدب على الملأ كده بس نكمل السؤال المزيع قال له هيحصل إيه لو كان عدد المسلمين بقوا 50% مثلا يعني أنت بتقول أنت مش عايزين تغيروا القوانين هل هتاخدوا السلطة فأنت هتروح عند حد بيقوله أنت هتدخل بلد وتعيش فيها وبعدين تغيرها بالكامل وتاخد السلطة من أهل البلد يعني ده ينفع ردوا بقى يبتوع الديمقراطية أنتو قال له أليست هذه هي الديمقراطية يجرى إيه بقى يحصل إيه وماله ساعتها يناخد مش دي الديمقراطية أنتو زعلانين ليه فأنت تستخدم الليبرالية والديمقراطية في الوقت اللي تنفعك فيه وتحرم الناس دي أصول حياتهم اللي أنت عايش في بلادهم وتحرمهم من أنهم يعيشوا الحياة الطبيعية اللي كانوا عايشينها قبل ما أنت تيجي ودي البلاد اللي بتحتوي الكثير من المهاجرين النهاردة الشكاوي على السويد والشكاوي على ألمانيا والشكاوي يعني على انجلترا وفرنسا والكلام ده كله مع أن هي دي البلاد ما فيش حد ما لهش أخطاء مع التصدمات اللي حصلت بين المهاجرين والناس الأهالي البلاد دي برضو لازم نقول أنه لو كنا إحنا بنتصرف بفكر سليم وقلب سليم وعايزين نتواصل مع الناس اللي في المجتمع بتاعنا اللي احتوانا كانت الأمور هتبقى أفضل كتير خلينا نبص بقى لبعض أقواله عن النساء والنسويات الجاهلات من منظوره نبص لموضوع النسوية المؤرقة جدا للناس دي عموما المنظومة الإسلامية بتقلق جدا لما ست تتكلم فيه فرق بين النسويات في الغرب ونسويات في الشرق وفيه مراحل كتيرة لزهور النسوية أو الفكرة النسويات دي في الغرب من البدايات الأولى للمطالبة بحق التصويت والكلام ده كله ليه مرحلة تانية الستات كانوا بيطالبوا فيها بقى بالإجهاد وحاجات كتيرة إحنا لا نفكر فيها ولا نطالب بها لكن مع ده كان فيه ناس بقى بالطالب بالإجهاد والحرية الجنسية والكلام ده لكن كان فيه ناس بالطالب بالمساواة في العمل المساواة في الحقوق والواجبات في الدولة والكلام ده كله فدائما عندك الاتنين النسوية لا تعني الانحراف النسوية لا تعني الحرية الجنسية لا النسوية في الشرق حاجة مختلفة خالص النسوية في الشرق تعتمد على احتياجات المرأة في المجتمعات الإسلامية اللي خرجت عن خبرتها هي الشخصية خلينا نشوف التعليق على الموجة التانية من النسوية ومسألة المساواة النسوية الموجة الثانية من النسوية تقول أنها بالرغم من الاختلافات الجسدية يعني والتشريحية بين الرجال والنساء ألا بد أن تكون هناك يعني مساواة مطلقة بين الرجال والنساء وطبعا هذا يناقض ما يقول يعني القرآن يقول أن الرجل نعم الرجل المرأة كلاهما يعني موساويان في نظرة الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن فاستجاب الله من ربهم إني لا أضيع عمل عمل منكم من ذاك أن أُنثى بعضكم من بعض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن إن من نساء شقائق الرجال وحتى يعني الشيخ بن باز شقائق يعني مساويات في العموم هذا ولكن لنا نحن المسلمون لنا أشياء لنا استثناءات مختلفة من الاستثناءات التي يقول يقولنا بها هذه النسويات واخدين بالنا أن إحنا يعني أما قال لك المساواة وقال لك ابن باز وقال لك حتى ابن باز قال لك في مساواة وأنه النساء شقائق الرجال شايفين التردد في أنه يجد كلمات تعبر عن معنى المساواة اللي بيتكلم عنها اللي بيقول عليها أنه هو الإسلام قال إنه فيه بين الرجل والست مساواة ابن باز بقى وضح لنا الأمر ده خلينا نشوف السلايد اللي جاي واحد بيقول له قرأت في بعض الكتب إن النساء شقاق الرجال هل هذا حديث ورد عن الرسول طبعا وإيه صحته كده طبعا ده حديث وكان الكلام مش على المساواة لكن كان على مسألة جنسية سؤل فيها محمد فهنا المساواة كانت فيه تعبير عن مسألة جنسية نبقى نتكلم في الحديث ده بعدين نتكلمنا فيه كتير فابن باز بيقول نعم يعني أنهن من جنس الرجال كان نصف من الرجل كونها خرجت من الرحم كما خرج هو من الرحم كان نصف من الرجل خرجت من الرجل كما خرج من الرجل فهن شقائق الرجال في كل الأمور إلا ما استثناه الشرع فالمعنى والله أعلم أنهن مثيلات الرجال فيما شرع الله وفيما منح الله لهن من النعم أما إلا ما استثناه الشارع فما يتعلق بطبيعة المرأة وطبيعة الرجل شؤون الأخرى خاص الشارع المرأة بشيء والرجل بشيء والأصل أنهما سواء إلا فيما استثناه الشارع يرجع يقول تاني إلا فيما استثناه الشارع فإيه بقى الاستثناه الشارع هي النصف في الميراث هي نقزة عقل هي تقر في البيت هي تضغط هي هي مصدر هي صوتها عورة هي شكلها عورة يعني كل ما قدمناه من الخمسمائة حلقة اللي فاته لا يمكن انه يكون بينها وبين الرجل مسواه بهذه الطريقة عايز اقول ان الكتاب المقدس الفكرة الاساسية فيه اننا الاتنين متساويين امام الله لما بيقول انه الزواج بيجعل الرجل والمرأة جسد واحد مش الرجل 3 اربع والست ربح لا والاعلة والاعمق كثيرا في الكتاب المقدس على طول الخط فيه ستات كتير تكلم عليهم الكتاب المقدس بيقوموا بادوار بيقوم بها الرجال وكل حاجة لكن الاعلى والاعمق انه دم المسيح اللي دفع فيا وفيك هو واحد محبة الله المقدمة للمرأة وللرجل واحدة التمن اللي اتدفع فيا تمن باهز لا يمكن انه الراجل اللي في حياتي زوجي ابويا ابني ينظر اليه ويقول انا يعني ربنا دفع فيا اكتر عشان انا اكتر شوية عشان انا اهم شوية ابدا ده مش في عينين ربنا اوعي تصدقي انك نقصة في شيء امام الله انتي مساوية في كل شيء ادوارنا اه ادوارنا ممكن تختلف لكن ده لا يعني ان الدور اللي بيقوم بي الراجل انتي بتقدريش تقومي بيه ده مش حقيقة لا نوع شغل ولا نوع دراسة ولا نوع عمل النهاردة في العصر الحديث احنا شايفين ان ده اثبت مرة ومرات خلينا نشوف المزيع بيكلموا عن يعني بعد فترة كده من الكلام عن الستات شوف كده قالوا ايه اقول مزعجات كنا سوية مقلقت كنا سوية انا لفسه كتبا فيها حقيقة وانا اتكلموا فيها من علم يعني اكثر الناس هم لا يعلمون هذه الايديولوجيا اساسا لا يفهمونها لا يفهمون من يعني مثلا ذهبت صري يعني للكلمة يعني ذهبت للشرق الاوسط وتحدثت مع عامي من العوام الذي يقول انه نسوي او انها نسوية اقول لها اذكري لي كاتبة واحدة نسوية لن تستطيع انا اظن ان اكثرهم اكثرهم لن يستطيع لن يستطيعنا هذا هل مهم؟ مهم طبعا هؤلاء الجهلة الذين يتبانون هذه او يقولون بهذه الفكرة بلا فهم ما هي الفكرة اساسا ماذا تقول عن كذا وكذا فهن او هم اظن انهم يعني مخطئون في هذا هي فكرة النسويات ايه؟ يعني فكرة النسوية عموما هي المطالبة بحق انساني غير معطى لهذه المجموعة من الناس فهي زيها زي فكرة حقوق الانسان سواء راجل ولا ست بس يعني تكراروا لفكرة هؤلاء الجهلة هؤلاء الجهلات وكذا يعني او ممكن تحطيلي الفيديو من غير صوت عايزة بس اواري المشاهد حاجة احنا كلمتكم قبل كده عن فيه علم الاخير انا اسف الفيديو الاخير ده يعني فيه علم لالناسة ما بتيجي تتكلم النظرة العين ليها معنى تطوحت اليد ليها معنى شوف لما يجي يتكلم عن الشرق الاوسط ويقولك انا روحت للشرق الاوسط وروح عامل كده الشرق الاوسط اهو الشرق الاوسط حتى نظرته لأهله وبلده والشرق الاوسط تجد انهم كوالا كده يعني كده هماش مهمين اوي كده الشخصية متعالية ولكنها اه مش الشخصية دي فقط لكن هو عندما يعني يعطي الاسلام صورة ان العالم المسلم يتكلم عن الناس تكلمت مع بعض العامة جوها لا هل قريته ده هل في حد يسكول لي كاتبة واحدة لا انا لا اعتقد انه المجموعة من الكاتبات والنسويات اللي انا هتكلم عنهم اللي هتكلم عنهم من الشرق فقط يعني مثلا خدت خمسة ستة من مئات انت تعرف عنهم حاجة ولا قرت لهم كتاب اوكي وتتكلم عن الجهل بس هعايز ارد على سؤال المزيع هل يجب ان تقرأ النساء عن معاناتهم الشخصية للتعبير عن انفسهم هل يجب ان تقرأ النساء حد يكتب عن معاناتي فانا اقرأها اقول اه لا صح انا عندي المعاناتي لا النسوية فكرة النسوية عموما خرجت من معانات هؤلاء النساء خرجت من سجن عاشوا فيه خرجت من وصاية جاهل في حياتهم لم يعلمهم ما خرجوش لمدارس ولا تعلموا حاجة وطلب منهم حاجات يعني جهدوا علشان يعملوها ويعيشوها ويفتحوا بيوت ويربوا عيال وكلام ده كله بلا ادوات فالنساء مش مهم انها تقرأ عن معاناتها عشان تعبر عن نفسها الجاهل هنا من يتكلم بلا فهم ولا تعاطف مع الغير انت لا ترى الحياة اللي بتعيشها المرأة في مجتمعك انت شخصيا وده بيخليني افكر في بيته يا ترى الناس الستات اللي في بيته عاشوا ازاي انت يعني موافق على هذا النوع من الحياة الجاهل هنا من يتكلم في امور ما هوش فهمها ولا شايفها ولا عايشها يجب انك تقرأ انت وتتعلم وترى معاناة الاخرين انتو منعتوهم من التعليم والعمل والاختيار والحياة القرآن جهه لهم القرآن جهه للمرأة عندما منعت علمها عندما قال انها تقر في بيت بين اربع حيطان ولازم تتحط ورح جاب وانها دائما للاستخدام محمد وصفهم بالنقصان محمد حكم بالجهل والعزلة على النساء القول ان النساء او النسويات جهلاء هو اهانة اسمعني كويس للكل هو اهانة في حق الله الخالق اللي لما خلق حوة في الاول وضع فيها فهم لمعنى الحياة كانت معين نظيره ف اسمعت حاجة قريبا عن انه الله اعطى لحوة فهم لمعاني كثيرة كانت تنظر للاشياء فتفهم يعني المعاني العميقة فيها فلما ادم كان بيسمي هي كانت معا بتسمي بردو الحيوانات وال السلطان الربنا ادى لادم على الحيوانات والارض وكل ده كان سلطان لحوة بردو كانت معين نظيره في كل شيء فلا تهين الله بانك تقول انه النساء جاهلات انت لا تقصد النسويات لان النسويات الحقيقة وخاصة الشرقيات في العصر الحديث يعني احنا لسه كانت معانا الاستاذة سارة اليحية سارة مش محتاجة تقرأ كتب علشان تعرف معاناة المرأة السعودية تحت حكم الاباء المتعجرفين المتحكمين المتهدين المغتصبين مثلا مثلا او معاناة النساء اللي موجودين في دور الرعاية بلا رعاية مش محتاجين نقرأ كتب في الموضوع ده اكي انا عايز اوريك بس الايام السلايدز اللي جاية دي شوف النسويات الشرقيات في العصر الحديث ادي الاستاذة صحر خليفة اكي انا همشي كل الهات اللي بعدها الاستاذة صحر خليفة الاستاذة انيسة النجار شوف ابتدوا منين مي زيادة اكي من الف من سنة 68 1868 ل41 يعني عاشت العصر بتاع هودا شعراوي اه والستاذ دي ألفوا كتب عملوا صالونات اجتماعية فتحوا جامعات فتحوا اه يعني الكثيرات اكي اه هند نوفل محامية لبنانية يعني اخدوا دقايق بس تقروا اللي الستاذ دي عملتهم نشوف اللي بعدها نازك العابد برضو محامية سورية مناضلة كان لها عمل كبير شوفوا التوقيت اللي عاشت فيه جدتي عاشت في نفس الوقت ده وكانت برضو محامية ما كانتش في التمانينات يعني ابتدت اعتقد كانت اه في اوائل التسعينات لكنها برضو كانت محامية وكانت مناضلة وكانت واحدة ست جهدت عشان تتعلم في الوقت ده شوف اللي بعدها هدى شعراوي كلنا عارفين قصة النشطة هدى شعراوي لكن كمان ما قدرش اقول انه في الوقت ده كان هناك رجال مثلا زي قاسم امين اتكلم عن حريات المرأة الاستاذة نوالي السعداوي قررت لها كتاب ولا احنا بس بنتكلم عن انه نوالي السعداوي وبتتكلم في حريات المرأة والجنس ومالجنس والكلام ده كل نوالي السعداوي ما كانتش محتاجة تقرأ كتاب عشان تعرف ان اللي قطع جسمها كان هو الفكر الاسلامي والفكر الزكوري وال الاضطهاد اللي عاشته كامرأة طبيبة متعلمة مش عارف ايه كل ده برضو عاشت تحت هذا الجهل فلا تتكلم عن خليقة الله المحبوبة بجهل لان الرجال اللي بيفكروا بهذه الطريقة يدانوا امام الله انا بصلني انه الستات ورجالة اللي بيسمعوني النهاردة يعرفوا انه النظر للاخر على انه سبب المشكلة او على انه ناقص غير كافي يعني الستات ممكن يبصوا لرجالة ويقولوا انت سبب المشكلة انت السبب لا محمد حجاب مثلا كمثل هو مش السبب هو الفكر الاسلامي هو السبب فلازم تعرفي انه الخلفية بتاعت محمد حجاب والرجالة اللي في حياتنا اللي ازونا كانت خلفيات اسلامية زكورية شيطانية بالكامل فكري شيطاني انما فكرة الله الحي المحب اللي خلقك مساوية لاخوكي وابوكي وزوجك محبوبة مكرمة في عينيه هو فكري يسوع المسيح اللي انا بيدعوكي النهاردة انك تسألي من انت يا رب علمني من انت يا رب لو شفتي نفسك في عينين المسيح حتشوفي امتك في عينين الله انا بصلي ان الحلقة دي تكون بداية لتنوير للعقول وفتح للقلوب في اسم يسوع امين